يعلو التصعيد إلى أقصى في غزة فيما ترتفع المخاوف من توسع رقعة الصراع أكثر مما هي عليه ولم تمنع المحاولات الإقليمية والدولية لتحجيم نطاق التوتر الناجم عن هذه الحرب من توسع رقعة الصراع بالفعل في الشرق الأوسط الحادث الذي وقع في قاعدة التنفى على الحدود الأردنية السورية يعيد الحديث عن قلق عمان المتزايد من أن تستغل الفصائل الإيرانية التي تسيطر الآن على جنوب سوريا أن تستغل حرب غزة لاختراق الأردن أمنيا مصدر أمني أردني كبير كشف لرويترز أن الأردن طلب في الآوينة الأخيرة من الولايات المتحدة إرسال مزيد من الدعم والعتاد الدفاعي المتقدم بسبب المخاوف من انخراط إيران أو وكلاءها في أي صراع في الشرق الأوسط في اليمن لم تمنع الضربات الأمريكية والبريطانية الحوثيين من مواصلة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر بل رفعوا من وطيرة تهديداتهم وتوعدوا بتوسيع نطاق هجماتهم الصاروخية لتطال السفن في البحر المتوسط وبحر العرب الجبهة اللبنانية الجنوبية ليست أحسن حالاً حيث تشتعل المواجهات على الحدود بين حزب الله والجيش الإسرائيلي وتلوح إسرائيل بعملية عسكرية واسعة لإبعاد مقاتلي حزب الله عن الحدود في المقابل توعد الحزب بتوجيه ضربة قوية أيضاً ضد القوات الإسرائيلية تعرضت القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق لضربات بطائرات مسيرة وصواريخ من قبل ميليشيات موالية لإيران وأعلنت واشنطن استهداف مواقع تلك الميليشيات في الداخل السوري والعراقي ويحمل مسؤولون غربيون إيران المسؤولية في تأجيج الصراع عبر وكلائها في المنطقة وحثوها بشكل دائم على المطالبة بوقف العنف فيما ترد طهران بأنها لا تملك أي سلطة على هذه الجماعات وأنهم يتمتعون بحرية اتخاذ القرار